حالة الرضا عند الجهاز الفني والمدير الفني حاليا في النادي الاهلي عن العناصر المتوفرة معاه في هذه الرحلة بعثة الفريق والعناصر المتواجدة هل هي متكملة فنيا من وجهة نظره وتقدر توفر له كل ما يحقق خطته والجانب الفني اللي عايز ياخد بها المباراة خاصة في ظل بعض الغيابات اللي قد تكون مؤثرة على أي فريق عندما يكون لعب من أصحاب الخبرة الكبيرة محليا ودوليا زي نجمنا أحمد فاتحي كلمنا عن الغيابات ورأي المدير الفني بالفعل نتحدثت مع الجهاز الفني حول هذه النقطة تحديدا زميلي محمد بخصوص غياب أحمد فاتحي والقائمة التي استحبها الجهاز الفني هنا إلى بيتسوانا كان من المقرر سفر 24 لعب لكن بعد تدريب المساء بالأمس وعند الوصول إلى مطار القاهرة فكير في إمكانية ضم أحمد فاتحي في اللحظات الأخيرة خاصة الفريق سيؤدي تدريبات لمدة أربعة أيام هنا في بيتسوانا وهل الأربعة أيام كافيين لعودة أحمد فاتحي ومشاركته في المباراة القادمة الجهاز الفني فضل عدم الدفع بأحمد فاتحي ووجود بدائل مثل محمد هاني رغم أن محمد هاني هو الوحيد الآن الذي أصبح البديل الوحيد في مركز الظاهير الأيمن في ظل إصابة أحمد فاتحي بشد فيها العضل الأمامية وعدم اكتمال الناحية الفنية والبدنية لباسم علي الذي تعرض لإصابة خلال الفترة الأخيرة لكن الثلاثة وعشرين لاعب القوام الرئيسي من القائمة الأفريقية المتواجد مع باترسا كارتيروني يصق فيهم بشدة وقال حتى لللاعبين يعني أنا سألت في هذه الجزئية حتى قال لللاعبين أنكم جاهزون لهذه المباراة وأن الدفع المعنوية والثقة التي أديتم بها في المباراة الأولى على أستاذ برج العرب كانت جيدة جدا وستعطينا الدفع في المباراة القادمة الجهاز الفني قدر إمكان صد بعض الصغارات في بعض المراكز في منطقة وسط الملعب أو في خط الدفاع مشاركة وليد سليمان في المركز اللعب المحوري في وسط الملعب المهاجم ودور وقصانة الألعاب مع إضافة سليف كوليبالي في خط الدفاع هي تدعمات إيجابية في هذه المرحلة الانتقالية في دور المجموعات والجهاز الفني يرى أن هذه الفترة هي فترة إيجابية قبل خود المراحل القادمة ويفصل مباراة توينشيب بالعناصر المتواجدة معاك نحية فنية لإضافة الست نقاط سواء في المباراة السابقة أو المباراة القادمة أنها تكون إضافة كبيرة للمرحلة القادمة لكن مسألة التدعمات الفنية وإضافة المكانين المتبقيين في القائمة الأفريقية الجهاز الفني أكد في تصريحات خاصة أنهما سيوكنان على مباراة الترجل التونسي سيدع الجهاز الفني يدهو على الأماكن المتبقية والشغيرة لإضافتهم في الفترة القادمة لا سيما من العناصر التي خارج النادي الأهلي وإمكانية ضمها خلال الساعات القادمة أو من اللاعبين المقايدين في القائمة المحلية وإمكانية ضمهم قبل يوم 5 أغسطس زميل محمد بشكرك جدا زميلنا محمد سعيد مراسل قناة الأهلي والمتابعة المتواجد والمتابعة لنشاط واستعدادات بعثة الفريق الأول لكرة القدم في بوتسوانا للمباراة المهمة يوم السبت المقبل مباراة العودة بعد الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب والمباراة للكل بيؤكد إن شاء الله أنها حتمثل دفعة كبيرة جدا بالحسابات والأرقام والأرقام